بسم الله الرحمن الرحيم بمشاركة واسعة من نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ورؤساء الأحزاب كما قال الأستاذ دياء حظر مؤتمر بحضور واسع النطاق ومشاركة فعالة من قبل كافة الفئات الممثلة في المؤتمر حيث تجاوز فعلا المشاركين 1200 مشارك كما شاهد وده شيء مهم جدا شاهد المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني والمنصات الإلكترونية نسب تفاعل ومشاركة كبيرة جدا حيث تجاوزت نسبة المشاهدة 250 ألف مشاهدة في يومين فضلا عما يذكر في الفيلم التوثيقي أن وصل لنا ما يعادل 600 مقترح والحقيقة الشائد مميز جدا أن غالبيتهم من الشباب فالحقيقة كان هناك تفاعل كبير جدا من الشباب المصري من خلال المنصات الإلكترونية بعرض مقترحات كثيرة وبالفعل يعني تم التوجيه بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزرات المختلفة عشان ندرس كل هذه المقترحات ونصيغ منها خطة تنفيذية للاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة كما تم من خلال المؤتمر مناقشة كل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الخاص في مصر بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة ووفق مسارات المؤتمر وجلساته السبعتاشر كان هناك عدد من الرسائل الرئيسية التي خرج بها مؤتمرنا والتي أشاركها معكم ومن أبرزها تأكيد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعال مع القطاع الخاص وهو مع عكسته بالفعل مداخلات مجتمع الأعمال في سياق الجلسة الخاصة بوثيقة سياسة الملكية والتي أشارت إلا أن هذا النهج من قبل الحكومة قد رفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص وأود أن أؤكد لحضراتكم أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة القادمة اتنين اهتمام الحكومة بخفض كلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات وتوفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص فعلى سبيل المثال تم التأكيد خلال جلسات المؤتمر على أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا يلزم الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء وخلال جلسات المؤتمر تم دعوة المصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل من قبل أي جهة حكومية ثالثا التزام الحكومة بالحياد التنافسي وفق أفضل الممارسات الدولية وهو ما ترجمته التعديلات التي تم تبنيها مؤخرا في الأطر التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لتعزيز دور جهاز حماية المنفسة ومن بينها صدور قرار تأسيس اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء وقرار إلزام الجهات الحكومية بعدم تبني أي قرارات تؤثر على الحياد التنافسي والرجوع إلى جهاز حماية المنفسة في هذا الصدد قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن وذلك إلى جانب التزام شركات الدولة بالمبادئ التي تضمن الحياد التنافسي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رابعا تم التأكيد على أن الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية من خلال آليات متعددة للشراكة سواء فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية أو الإدارة أو التشغيل وبالتالي فكرة تخارج الدولة ليست معناها البيع لأن البيع هو فقط آلية من آليات كثيرة جداً وتم كمان توافق على أن الدولة إذا كانت ستلجأ إلى هذا الموضوع فتكون الأولوية من خلال طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قعدة الملكية من قبل المواطنين خامساً حرص الدولة على تيسير فرص نجاء نفاذ القطاع الخاص للتمويل المحلي والدولي من خلال مواصلة سياسات الانضباط المالي والاستدامة المالية لتقليل أثر مزحمة الاقتمان الممنوح للقطاع العام للاقتمان الممنوح للقطاع الخاص علاوة على دعم الحكومة لتعزيز فرص نفاذ القطاع الخاص المصري للتمويل من قبل المؤسسات الدولية بشروط ميسرة وأجال ممتدة لتمويل مشروعات يأتي على رأسها المشروعات ذات العائد التنموي سادساً التزام السياسة المالية بتحقيق الانضباط المالي واستعادة مصارات انخفاض الدين العام والتنسيق الكامل ما بين السياسة المالية والنقدية وفق أطر تضمن استقلالية السياسة النقدية وتوجه وزارة المالية إلى التحفيز المدروس للقطاع الخاص وفق تبني منظومة من الحوافز الاستثمارية التي تستند إلى الكفاءة والتنافسية سابعاً حرص السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري وفق سياسة استهداف التضخم رغم كون الضغوط التضخمية الحالية قد نتجت بالأساس عن الصعوبات العديدة التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية والتي ارتفعت على أثرها معدلات التضخم في عدد من الدول إلى ما يفوق المئة في المئة وتوجه البنك المركزي المصري قريباً إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية وليس فقط مقابل عملة واحدة وإنما مقابل عدد من العملات الأخرى لهذا الشأن ثامناً تأكيد الحكومة المصرية على أهمية مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي لرفع وطيرة النمو وزيادة مستويات شموليتها واستدامتها والمدفوع بالأساس بنمو مستمر في الاستثمارات المنفذة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص لزيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل والصادرات والحكومة المصرية كلها أمل في أن جلسات هذا المؤتمر سوف تسفر عن عدد من المخرجات خلال الفترة المقبلة والتي يأتي على رأسها تعزيز متنامي ومستدام لمسارات الاستثمارات الخاصة المنفذة دفع مسارات النمو الاقتصادي المحفزة بالأساس بنمو القطاع الخاص خلق المذيد من فرص العمل المنتج لكافة شرائح وفقات المصريين من خلال شركات وعدة للقطاع الخاص وأيضاً شراكات ما بين الدولة والقطاع الخاص في هذا الشأن وأخيراً وليس آخراً زيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية واستناداً على ما سبق حتعمل الحكومة خلال الأجل القصير على تنفيذ الإجراءات التالية وده أهم شيء إن احنا نخرج بإجراءات واضحة تكون معروفة للجميع أولاً تبني آلية التواصل مستمرة ما بين الحكومة وكافة الفئات الأخرى للتعرف على أهم العقبات التي تواجه القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري ووضع حلول عاجلة لها بطريقة غير تقليدية ثانياً في ضوء ما طلبوا كل المشاركين سيتم اقتراح عقد مؤتمر سنوي اقتصادي وفي نفس الوقت ترويج للاستثمار في مصر يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية ونعرض من خلال هذا المؤتمر فرص الاستثمار المختلفة لهذه الشركات ولكن أيضاً يكون هذا المؤتمر فرصة لنا جميعاً لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه من خارطة طريق وعرضها أمام الرأي العام والمتخصصين ونستهدف إن شاء الله أن يكون أول مؤتمر في هذا الشأن يبقى في النصف الأول من عام 2023 إن شاء الله ثالثاً تطقيق السياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي وعرضها على مجلس الوزراء في خلال الأصابيع القليلة القادمة تمهيداً لاعتماد فخامة السيد الرئيس لها رابعاً تبني حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير وعلى رأسها تحديد عدد من الصناعات والأنشطة الاستراتيجية للدولة المصرية والتي ستتمتع بعدد من الحوافز منها وعلى رأسها رد جزء كبير من ضريبة الدخل وتصل قيمة الرد إلى حوالي 55% من ضريبة الدخل على ألا تتجاوز المدة لرد هذه الضريبة أو الجزء من الضريبة 45 يوم من تقديم الإقرار الضريبي فده معناه ببساطة شديدة أننا كدولة سنبقى ملتزمين في أقل من شهر ونص برد لغاية 55% من ضريبة الدخل لعدد من المشروعات التي سنرى لها أهمية استراتيجية والتي ستخرج بقرارات من مجلس الوزراء خامساً في ضوء تكلفات فخامة الرئيس للحكومة بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية في ظاهرة التضخم وعملية التضخم العالمية الكبرى فإن مجلس الوزراء إن شاء الله في خلال الفترة القليلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تطبيقها من الشهر القادم إن شاء الله إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي بحيث أن نرفع القيود التي اشتكى منها كل الرجال الصناعة في هذا الشأن سابعاً إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز الثلاث أشهر بحيث تضع خارطة طريق للصناعة المصرية للعشر سنين القادمين الحضور الكريم لعل مؤتمرنا هذا ينجح في إعطاء رسالة طمأنينة إلى المواطن المصري بأنه رغم كل التحديات غير المسبوقة فإننا بعون الله قادرين على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في طريقنا لبناء جمهورية جديدة يتمتع فيها المواطن المصري بجودة الحياة التي ننشدها جميعاً كما أن هناك رسالة للخارج بأن مصر ترحب بالاستثمارات في مختلف القطاعات بما لديها من بنية تحتية متطورة وهو ما يترجمه حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية منضبطة وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص بما يضمن نجاح الاقتصاد المصري في اجتياز الرحلة الوعرة التي يمر بها العالم في هذه الفترة وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير والرخاء لمصرنا الحبيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم